موسيقى هل سمعوا المشروع الترافع على القضية الوطنية أصحاب الهمزات والمريقية وبلهم بأن الترافع هو الصراخ والعويل في الساحات العمومية في دول العالم أنا تنطرح السؤال كيف سيكون هذا الترافع ومن سيقوم بالترافع وأين سيتم تكوين المترافعين وما هي الشروط العلمية اللي ستتوفر في المترافع لأنه ما خصناش نرجع دائما عود تجارب ديال الماضي ديال تبدير المال العام بل القيام بالتكوين في المغرب ومسلحو تنهبط الوفود وثم تتعرف الوفود كيف يتم مختيارها من طرف القناصلة والسفراء وباك صاحبين فيجب أن تكون العمليات ديال التكوين ديال المترافعين في الدول ديال الإقامة اللي غادي نهبطو ثلاثين بالمصارف ديالهم المغرب فانه غاين نجيبوا واحد من المغرب نصرف ديال واحد واللي غادي يكوننا ثلاثين بدك الدولة ديال الإقامة وهذا التكوين سيكون باللغة ديال 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 الإقامة والأخص سيكون موجه للأجيال الصعيدة خليني من الجيل الأول الجيل الصعيدة اللي يكون باللغة بأن الترافع سيكون داخل الجامعات داخل المؤسسات الحكومية في الندوات خلال خلق شبكة ديال أنه إقناع الرأي العام والرأي السياسي والنخبة السياسية والنخبة الجمعوية في دولة الإقامة وتأخرنا بزاف لأن الآخر سبقنا نحن تأخرنا كثير معنى قد يستطرافع ديالنا سيكون صعيبة بزاف وأغلب الأدوات ديال الترافع والمحاولة ديال الإقناع اللي تم الإقناع دياله من طرف الآخر باش أنه يصحح المفاهيم دياله ف حتى لا كنا نخرج في الوقفات ما نردقوش دائما تردو ديال الشعار الصحراء المغربية والمغرب في صحرائه هذه مسألة انتهينا منها قصنا نتكلم الخروقات الوضعية الإنسانية على أننا ضد الحرب على أننا ضد الاستغلال الأطفال يعني متى تقول الصحراء المغربية والمغرب في الصحراء لأنك تشكك في مغربية الصحراء ومغربية الصحراء مش هي باللباس ديال ديال درعية وديال الملحفة أو تلبس العالم العالم الوطني في جميع الدول ما تلبسوهش يحترم تتقدم له التحية مش هي تتلبسوك لباس لأن من يلبس فوطنيته زائفة فهذه مجموعة ديالأسئلة واللي خصنا نتنقش فيها ونتصنطل بعضياتنا لأن القضية الوطنية هي قضية وطن ليس قضية أنا ولا قضية هذا ولا قضية فقضيتنا جميعا ونفكر جميعا أن الذي سيترافع خصوكم في المستوى خصوكم في المستوى مستوى علمي مستوى فكري مستوى أكاديمي المستوى ذي الإقناع مستوى كذلك هذه الأمور اللي هي مهمة ولكن خلونا منذك الوجوه القديمة ليكون الترافع بوجوه جديدة لإعطاء نفس جديد لقضية عادلة بمحامي فاشل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر